حدثنا يحيى بن سعيد عن سعدي بن إسحاق قال حدثتني زينب بنت كعب عن فريعة بنت مالك قالت خرج زوجي في طلب أعلاج له فأدركهم بطرف القدوم فقتلوه فأتاني نعيه وأنا في دار شاسعة من دور أهلي فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقلت إن نعي زوجي أتاني في دار شاسعة من دور أهلي ولم يدع لي نفقة ولا مالا لورثته وليس المسكن له فلو تحولت إلى أهلي وأخوالي لا كان أرفق بي في بعض شأني قال تحولي فلما خرجت إلى المسجد أو إلى الحجرة دعاني دعاني أو أمر بي فدعيت فقال أمكرثي في بيتك الذي أتاك فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله قالت فاعتدت فيه أربعة أشهر وعشرا قالت فأرسل إلي عثمان فأخبرته فأخذ به حدثان بشر بن المفضل عن سعدي بن إسحاق قال حدثتني زينب بنت كعب عن فريعة بنتي مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه حان بشر بن المفضل قال حدثان سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة الأنصاري عن عمته زينب بنت كعب أن فريعة بنت مالك بن سيناء أخت أبي سعيد الخدير حدثتها أن زوجها خرج في طلب أعلاج لهم فأدركهم بطرف القدوم فقتلوه فأتاها نعيه وهي في دار من دور الأنصاري شاسعة عن دار أهلها فكارهت العدت فيها فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أتاني نعي زوجي وأنا في دار من دور الأنصاري شاسعة عن دور أهلي إنما تركني في مسكة لا يملكه ولم يتركني في نفقة ينفق علي ولم أرث منهما لم فإن رأيت أن ألحق بأخوتي وأهلي فيكون أمرون جميعا فإنه أحب إلي فأذن لي لي أن ألحق بأهلي فخرجت مسرورة بذلك حتى إذا كنت في الحجرة أو المسجد دعاني أو أمر بي فدعيت فقال لي كيف زعمت فأعدت عليه فقال أمكي في مسكن زوجك الذي جاءك فيه نعيه حتى يبلغ الكتاب أجله قالت فاعتدت فيه أربعة أشهر وعشرا